هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سألت نفسي سؤال طوال هذه الحلقات عن التمر يعني ما عمرك طب يا أخي امسك بالتمر خليها معاك في الحلقة التمر يا سادتي أنواع التمر أنواع المهم رمضان غالبا ما يتزامن مع الصيف غالبا الصيف اللي هي الحرارة الشديدة هي هو الصيف الحرارة الشديدة لأن هناك صيف آخر وهو السلوك الساخن الخشن الذي يتعامل به الناس فالصيف نوعين صيف ظاهرة طبيعية وفي صيف ظاهرة طبعية أي من طبع الإحسان المهم ليش يختير لنا أيضا التمر والرطب وهي من النخيل يعني يعطينا ثمرة هذه الشجرة ليش معنا لماذا لم يكن غيرها مع أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لهذه الأمة بالزيتون و ضرب مثلا لبني إسرائيل بالتين فقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون و طور سينين وهذا البلد الأمين كما قال الأستاذ الدكتور محمد سعى تاج الدين في كتاب له عظيم عن سورة التين فلماذا اخترت لنا هذه الثمرة من هذه الشجرة لما نرجع إلى الوراء الصيام هو يعتبر منظومة تعيد تشكيل الصبر عند الإنسان أخلاق التصبر تعاد أنا أضحك لأنني أستذكر ما يجري في الشارع فأتذكر شيئا غريبا المهم لأنني قرأت إحصائيات عن نسب هالحوادث و نسب الشجار و الحالات التي تأتي إلى الطوارئ قبيل المغرف في المستشفيات شيء عجيب مهول المهم الأستاذ الدكتور عبدالجبار البكر له كتاب اسمه نخلة التمر لأن النخل أنواع نخلة التمر من بين الفصائل النخلية و الأسرة النباتية تمتاز بميزة سماها مهارة التكيف كائن متكيف على اختلاف الظروف فنحن قاعدين نفطر على ثمرة شجرة فيها مهارة التكيف و مهارة التكيف تعتبر واحدة من المهارات الاجتماعية التي يجب أن يتقنها الإنسان و هي واحدة من المهارات السبعة الأساسية التي يجب أن يتقنها أي كائن على هذه الأرض المهم يقول فيها مهارة التكيف و الصيام ينبني على الصبر بالمناسبة مفهوم الصبر عندنا مفاهيميا محتل إيش معنى الصبر يقول لك أن تصبر طب إيش معنى أن أصبر لأن ليس كل صبر صبرا هي كلمة صبر إذا كتبناها الصاد عليها فتحة اللي يصير و ما يحصل الآن ليس صبرا هو صبر صبر يعني مرارة لذلك قال بعض السالكين الصبر هو تجرع المرارة من غير تعبيس و من يستطيع هذه إلا إن فتح الله عليه سبحانه وتعالى فبحثت كده عن تطوير لتعريف الصبر بشيء تلاءم مع الواقع الحياتي فوجدت في كتاب لسيدة اسمها م جي رايان الكتاب عنوانه قوة الصبر مترجم فذكرت تعريفا لذائذيا ممتعا للروح و النفس و العقل عن الصبر فعرفت الصبر بأنه فن التمسك بالأمل الله فن التمسك بالأمل و هذا ما تعكسه النخلة في حياة دورتها النباتية كيف ذلك يقول هذا الدكتور عبدالجبار البكر في نخلة التمر قال النخلة تزهر و تثمر يعني فترة تكون الثمار تبعها في البقاع مرتفعة الحرارة يعني هذه النخلة شجاعة لدرجة أنها تتحدى الصعاب بل كما قال إبراهيم الخواص رحمه الله أحد السادات العباد العلماء قال إذا هالني أمر ركبته يعني إذا صعب علي شيء اخترته فهي مصدر تحدي فهي تبث فيك روح التحدي من مهارة تكيف تحمل فقال إنها لا تتكون ثمارها إلا فيش في البقاع مرتفعة الحرارة قليلة الرطوبة ما فيش ندى كثير خالية الأمطار ثلاثة مركبات عجيبة جدا و الثبات معنا في الإنسان قوي مطلوب حتى يكون عاتيا أمام كل ما يستضعفه فما الذي يحصل يقول فتتحمل تقلبات درجات الحرارة بل حتى ارتفاع درجات الحرارة تقاوم وتنمو ببطء أرأيتم هذا المنحنى لذلك كلما أكلت تمرة و فكرت في ثمرتها تسألك وتقول لك كيف كان صبرك يوم صيامك هذا وهل كان صبرا أم كان صبرا تمر فيها خير زاد للحنايا والفؤاد ترسم دروب الرشاد بالمعاني في حروب بالأمل دايم نطوب نجني تمرى من قطوب والفرق يا ناس نقطع اللي يسمعنا وشوك بالأمل دايم نطوب نجني تمرى من قطوب والفرق يا ناس نقطع اللي يسمعنا وشوك ترجمة نانسي قنقر